بدك تقطع الشارع طلعت يمين طلعت شمال ما لقيت حدا صراحة ما بعرف كيف اندعست يوميتها من دون أن يراها يوما حاول رسمها من عمق معاناته فكانت الابتسامة أصدق ما في حياته سلوم أو هكذا يحب أن يعرف بنفسه وجد في فن ستاندب كوميدي مرآة لا تعكس معاناته بل تحولها لنقطة وابتسامة أكثر لعبة مفضلة كانت عندي من هنا صغير هي الغميضة كان يخلوني أنا اللي أدور عليهم بحكي عن شغلات بتصير معي بس من نفس الوقت ما بدي أبين أنه أنا انجد محزن الناس علي فأنا قررت أن أسوي العكس أنا بدي أكثر قاعدة أن الناس بحكولي أنه ما بتقدر تعمل إيش وهيك هذا أول إشي طبعا إشي أساسي عندي مسرح خرج عن تقليد هويته بحضور فرقة عكعبة اللبنانية التي ارتجلت مقدمة من فن ونكة وليدة اللحظة معتمدين على جمهور راهنوا على ابتسامته جاد بيقدر يتحكم بالمشهد مثل ما بده بالريموت كنترولي اللي بيقيده مونير شو عم بيصير معك اليوم كنت بالغرفة 1802 شو فيه بال1802 تعرضت للتحرش ريويند تعرضت للتحرش شو فيه بالغرفة 1802 كنت بالغرفة 1802 شو بيك مونير شو فيه شو لا أضع لك مفتاح فضل تكرر العين المهرجان هو فرصة حلوة لكل الكوميديانز العرب والأردنيين والمواهب الشابة اللي بالأردن كمان أنها تكون على خشبة المسرح وتقدم قدام جمهورها لأنه من هاي التجارب من الوقفة قدام مسرح كيف ممكن يتعلمون كيف ممكن يتطوروا ويطوروا حالهم فأنت بتفوت على الدائرة الحكومية بتلاقي واحدة اسمها سوها ومش عارف كيف بيقتنعي إنه الخط اللي فوق الحمراء هذا زاكي لا وبترسم حبة خال هاي بتقول هذي مش بوسي ياختي هذي حجامي وإن كانت السعادة قرارا فهذه الساعات هي الأنسب لذلك فما بين معاناة وأخرى قرر فنانون تحويلها لنكتة ربما كانت ضالة الحضور سوها جميل العربي عمان لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات